فتاة عندها 14 سنة تتميز بالفطنة والزكاء الفطري بتصحى في يوم من النوم بتلاقي عائلتها الوحيدة أمها اختفت تماما أول حاجة بتفكر فيها أنها تتصل بإخواتها المهمين إيه اللي بناكتشف أن واحد فيهم هو شارلك هولمز تعالي النهاردة حصريا نراجع إنولا هولمز سر اختفاء المركيز اللي تحولت لفيلم مهم جدا على نتفليكس يلا بي أنا طارق وإنت بتشوف قناة كوكب الكتب على هذه القناة أنا بقدم محتوى له علاقة بالقراءة لو عايز تشبع القراءة اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح اشترك في القناة فعل زر الجرس أهلا بي حصريا دي كلمة دقيقة جدا ومعناها بمنتهى البساطة إن هذه الرواية موجودة بقالها فترة بالإنجليزية لغتها الأصلية تحولت إلى فيلم نزل قريب جدا على نتفليكس مؤسسة دار كيان تبنت مشروع إن إحنا نترجم هذا العمل على قد المترجم الشاب في أول أعماله الحقيقة اللي بيترجمها وهو باسم الخشن لكن الحقيقة كلمة حصريا دي إحنا رسا ما فهمناهاش هني فهمها إزاي بقى بمنتهى البساطة إن العمل ده ترجمته نزلت في معرض الكتاب في اسكندرية اللي لسه خلصان يوم 10 أكتوبر بأعداد محدودة جدا ولكن لسه منزلش المكتبات فدار كيان تبرعت مشكورة إنها أرسلت لنا نسخة قبل ما تنزل المكتبات بمعنى أدق المراجعة اللي أنت هتتفرج عليها دي إن شاء الله هتنزل وهتنزل بكرة نسخ الأعمال في كل المكتبات هتبقى حصريا أم لا؟ حلقة النهاردة هتبقى مختلفة جدا ذلك لأنه هنراجع الرواية هنتكلم على الترجمة وحنقارن ما بين الفيلم والرواية وآني الأفضل عشان كده هنقدر نقول إن إنولا هولمز من تأليف نانسي سبرينجر عن دار كيان للنشر والتوزيع ترجمة باسم الخشن في أول أعماله إصدار بكرة في عمل حصري الحقيقة عرضت صفحات 268 صفحة من القطع الصغير بتاع حجم الجيب فلو تحولت إلى الحجم العادي المتداول دلوقتي تقريبا هتبقى في حدود 180 أو 170 صفحة زي ما قلنا كده في الإنترو إحنا عندنا فتاة اسمها إنولا هولمز وأمها اخترت لها اسم إنولا ده لأنه هو مقلوبا بالإنجليزية ينطق ألون لأنها لوحدها تماما مع أن هي مكونة من عائلة كبيرة نسبيا هي والأم واتنين إخوات ماينكرافت والعظيم الشهير جدا شارلوك هولمز لاتنين الإخوات الكبار بينفصلوا عن العائلة ويتجهوا للقش لوحدهم في المدينة الكبيرة لندن ولكنها بتقش مع أمها في مكان ريفي معزول صحية منهم ملقتش أمها موجودة وهي عائلها الوحيد بيوصل أخواتها الاتنين إلى البيت عشان يساعدوا في البحث على الأم ولكن الحقيقة إن الاتنين مش بيساعدوا على حاجة بتتشابك الآراء ما بينهم ولكنها عايزة تدور على أمها ومش شايفة إن هما الاتنين بيعملوا أي حاجة في الموضوع ده بتهرب من البيت في مغامرة شيقة خفيفة بسيطة عشان توصل إلى مدينة لندن وتبدأ تدور على أمها ولكنها في الطريق بتخش في خط سير القصة الأصلية وهو قضية اختفاء المركيز وهو فتا صغير مقارب لها في العمر وريس دوق شهير بيختفي تماما من المقاطعة بتاعته إنه قولة هتنجح في أول قضية تتولها بعيدا عن أخوها المحقف الشهير إيه دور شارلك هولمس في الموضوع هتلاقي المركيز المفقود كل دي أسئلة موجودة في عمل النهاردة هل قريد حاجة في النوع ده قبل كده؟ هل بتحب القصص اللي بيقى فيها جريمة وإحنا بنكتشف مين اللي بيحلها في الآخر؟ ما تقولي في التعليقات وأنا بعد الفيديو ما إخلاص هنزل نكمل كلامنا وتعالى نروح دلوقتي على النوع العمل الحقيقة هو أول الاختلافات اللي حنلاحظها ما بين الفيلم والرواية الأصلية المتبسة منه في الرواية الأصلية تصنف كجريمة من طراز منفع لها صريحة تحتوي على شوية أكشن خفيف ولكن الفيلم قدر يبقت شوية عن موضوع منفع لها ويزود برعة الأكشن بزيادة فتحولت إلى فيلم أكشن يحتوي على بعض من منفع لها هالموضوع ده في صالح العمل ولا؟ هنكمل دلوقتي وهنعرف لما نروح إلى اللغة في الفيلم إنجليزية عادية تماماً وما فيهاش أي صعوبة وتحافظ على اللهجة البريطانية بشيء لطيف جداً الحقيقة زي كلان الأحداث في لندن والأبطال كلهم إنجليز والموضوع كان واضح للغاية وبنضيف على كده أن أنت مش بتتمثل قدامك صورة زي اللي موجودة في الفيلم ولكن أنت تقدر تتخيل لندن والفقر واللهجة والكلام والريف بتشوف كل الكلام ده والوصف الرواية حلو جداً نضيف على ده إن الترجمة بتاعة باسم الخشن كانت نعمة ولطيفة وسهلة تماماً وما فيهاش أي مشاكل أو معوقات وما حسستكش إنك بتقرأ عمل مترجم وده في رأيي أحد أقوى نقاط أي عمل مترجم في الدنيا إن أنت تحس إنك بتقرأ العمل بسلاسة من غير ما تحس بغربة الشخصيات في العمل محدودة جداً بحجم العمل الصغير زي ما قلنا فإحنا عندنا شخصية إنولا الشخصية الرئيسية اللي بنقدر ندرس جداً صغر سنها وابتعادها في التفكير عن إخوتها شخصيتها اللي تبنت من تربيتها لوحدها وفي نفس الوقت تزكاءها الألمعي بقية الشخصيات الحقيقة اللي حواليها كلها تعتبر شخصيات سنيدة ومنهم تحديداً شخصية شارلوك هولنز اللي ظهر في مشاهد محدودة جداً 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 في الرواية ولكن أكتر في الفيلم فالحقيقة في الرواية تم استغلاله كوردة بسيطة في عروة الجاكتة ولكن في الفيلم تم استغلاله بصورة أكبر عشان يلمع شخصية جديدة والحقيقة كمان إن هنري كيفل بيقدر يمثل الشخصيات منعدمة المشاعر دي بشكل كويس أو الحقيقة وتعالى دلوقتي نروح للنقد أو المناقش الرواية حفظت على فكرة روايات شارلوك هولنز فإحنا عندنا رواية جريمة بندور على حلها مع شوية أكشن بسيط وده الشكل المعتاد لرواية شارلوك هولنز الفيلم ابتعد عن الموضوع ده ودخل معنا في الأكشن أكتر منها صحيحنا عندنا الجريمة زي ما هي ولكنه غير في بعض من العناصر اللي موجودة في الجريمة عشان يطلع صورة مرئية مبهرة أكتر الرواية زي ما احنا شفنا معتمدة على بطلة فالموضوع بيروج نسبيا إلى النساوية وبيذكر في موضع أو اتنين موضوع النساوية ده في الرواية أنا مش مواطرد على القصة خالص بالعكس أنا عجبتني الشخصية وعجبتني طريقة تفكيرها الزكية الطفولية في نفس الوقت كمان اختفاء الأم اللي هو السبب الرئيسي في الحركة عندنا لإنولا عشان تسيب مكانها وتبدأ تروح للندن الموضوع ده تركز أوي 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 على النساوية في الفيلم في حين ان احنا في الرواية ما وضحناش الموضوع ده ويمكن الكلمة دي لها سبب مهم للغاية وهي ان ده الجزء الأول من سلسلة فاحنا المفترض في الروايات هنشوف أحداث بعد كده وندور مع بقية الشخصيات ولكن في الفيلم ما موضح لناش أو بمعنى أدق ما عرفناش هيبقى في جزء تاني للفيلم ولا لا ولكن نهاية الفيلم تحتمل هذا الكلام وبتطبع نهاية الرواية عشان نقدر نزود موضوع النساوية ده من ناحية اختفاء الأم دخلنا الموضوع في قصص ما لهاش علاقة بالرواية أصلا فاحنا زودنا صوارات وزودنا مجموعة النساوية عايزة تعمل قصص وحكايات الموضوع ده مالوش علاقة بالرواية هل حلو ولا وحش الحقيقة؟ مش قادر أحدد ذلك لأن هو تضافر مع حاجة تانية مش لطيفة جدا في الرواية احنا بنتكلم من منظور الشخص الأول فإنولا في أول الرواية بتتكلم من خلالها هي احنا بنتكلم من منظورها هي وده سعيدنا جدا ان احنا نتعرف على شخصية اينولا ونعيش معها الصعوبات اللي هي بتواجهها كفتاة عندها 14 سنة في الرواية و16 سنة في الفيلم ولكن الحقيقة احنا طورنا الموضوع ده بزيادة قوي في الفيلم فعشان تتكلم من منظور الشخص الأول فهي بتتكلم معك انت كقارئ في الفيلم كسرت الحائط الرابع وبقت بتتكلم معك مباشرة فإحنا فوزت الأحداث وإحنا مندمجين في الموتاردات وإيه اللي بيحصل وهنكتشف حال الحتة دي من اللغز ازاي بتقوم كسرة الحائط الرابع وتتكلم معك انت وانت بتتفرج الحقيقة تكرار الموضوع ده كان مش لطيف قوي يعني وبالكلام على اختلاف سن البطلة ممكن نسأل نفسنا ليه فالحقيقة ان الموضوع ده كان منطقي في الفيلم لان انت صعب تلاقي ممثلة عندها 14 سنة قدر تعمل المغامرات دي وعشان تتناسب مع سن بقية الكاست اللي موجود فسدن الأم الحقيقة في الرواية كبير جداً ولكن في الفيلم ما قدرناش نلاقي ممثلة تقدر تقوم بنفس الدور وفي نفس الوقت نتكي على تعليم إنولا ذلك اللي احنا في الفيلم بنأكد قوي على تعليم إنولا رياضات القتالية والرسم والكيميا والكلام اللي قدر ينشأ بيه شخصية شارلو كولمس وقوته فاحنا بنعمل نسخة نساوية قوي 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 من شخصية شارلو كولمس بكل إمكانياتها من ناحية الست موضح لناشي الكلام ده بشكل صريح في الرواية لحد دلوقتي ولكن عشان الأم تقدر تعمل الحاجات دي كلها كان لازم واسدناها أصغر من السن اللي موجود في الرواية والكلام على الاختلاف ما بين أشكال الشخصيات وسنهم وعمرهم ممكن نواحز إن ماين كرافت اللي موجود في الرواية مالوش أي علاقة باللي موجود في الفيلم فهو في الفيلم شاب بيسنت وراجل محترم وجسمه عادي جداً ولكنه أقرب إلى اللزلزة في الرواية زي حالتي الرواية الحقيقة أيمة على فكرة مغامرة عادية تماماً قضية بنكتشف حلها ولكن في الفيلم إحنا حولنا الموضوع إلى وجهة نظر سياسية وقدرنا نزود بها قصة النسوية وحق الاقتراع لكل الناس وده برضو وصلنا لنقطة مهمة في الآخر ففي الآخر إحنا المفترض بنعرف الشرير الرئيسي ففي القصة الشرير الرئيسي منطقي تماماً في الحقيقة الفيلم ما كانش منطقي بالنسبة لي يا جماعة فيه روابط مختلفة تماماً في الحياة غير روابط السياسة تمنعنا إن احنا نوصل لهذه الدرجة من الإكستريم أنا مش أحرق نهاية لبتاعت الفيلم ولا بتاعت الرواية ولكن الحقيقة أنا ما اقتنحتش خالص من الكلام اللي أنا بقوله ده احنا نقدر نوصل لاستنتاجين مهمين جداً إن الرواية حلوة قوي قوي سريعة ودرجة الفكرة فيها ممتازة وفكرتنا جداً بجو أرسر كوناندويل وجاسا كريستي الجريمة وكشفها والتنكر وإزاي نشوف الحاجات البسيطة نقدر نرتب عليها الحل في الآخر والفيلم حلو جداً وفيه شوية أفكار مختلفة والتمثيل فيه كان حلو والجرافيكس والأشكال اللي حصلت وطريقة التقطيع كانت ممتازة ومن هنا نقدر نجاوب على سؤال مهم جداً نتفرج على الفيلم ولا نقرأ الرواية الحقيقة إن الاثنين متفقين ومختلفين تماماً فالواحد فيهم لا يغني عن التاني على الإطلاق أتعشم إن أنا شوف بقية السلسلة مترجمة خصوصاً بعد نجاح الفيلم الرهيب فده الحقيقة هيبقى حافظ لنا إن إحنا نترجم بقية الحاجات وأتمنى أشوف اسم باسم عليها برض قولي بقى هتقرأ الرواية ولا لأ لإنك ما ينفعش تكون قريبتها وتفرجت على الفيلم ولا لسه ومتحمس تقارن ما بين الاثنين زي ما أنا عملت ورأيك إيه قولي في التعليقات ذلك لأن حساب التعليقات والترشيحات والمراجعة بتطلع من مجتمع كوكب الكتب يعني أنت ما ننساش تترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك وتشاهر هذا الفيديو أما بقى لو عايسو شباع القرأ اللي جايك وتختار كتابك اللي جاي صحف هيظهر قدامك على الاشياء دلوقتي فيديو يساعدك تعمل الكلام ده روح تفرج عليه أشوفك هناك سلام